الملك المفدى نائب قائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب البحريني بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب البحريني وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح له بهذه المناسبة تعود الذكرى السنوية للتصويت على ميثاق العمل الوطني هي هذه الوثيقة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصوت عليها شعب البحرين بأغلبية ساحقة لتبدأ مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولتمضي مسيرة الخير والعطاء والازدهار لمملكة البحرين وفق رؤية سديدة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ووسط تكاتف أهل البحرين مع قيادتهم في بناء النهضة الحديثة للبحرين وأضاف سموه إن ميثاق العمل الوطني عبر بشكل جلي عن مضامين الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وعكس مدى وعي المواطن البحريني ونضجه وثقافته الفكرية والديمقراطية مما جعل من إقرار الميثاق علامة مضيئة في تاريخ المملكة وشهدت المملكة بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني نقلة نوعية وتطورا على كافة المستويات حتى باتت البحرين النموذج الحقيقي في البناء والتطور والتحديث المستمر وأشار سموه إلى أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة سجل فيها شعب البحرين الوفي أجمل صور التلاحم مؤرخا بذلك لمسيرة جديدة ومشرقة من تاريخ مملكتنا الغالية من خلال التصويت على الميثاق ليكون بمثابة وثيقة للعهد وبيعة للتجديد وركيزة لعقد اجتماعي جديد يؤسس ويؤطر للتحديث الوطني الشامل في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله وأضاف سموه إن المجلس الأعلى للشباب والرياضة قام بالعمل على ترجمة رؤية جلالة الملك المفدى والقيم والثوابت التي جاء بها الميثاق من خلال رسم السياسات العامة للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية في المملكة وضمان تحقيقها لإنجازات باهرة على مختلف الأصعدة أكدت التطور الذي يعيشه القطاع الشبابي والرياضي في البحرين